أهلا بكم في فيديو جديد فيلمنا النهاردة عبارة عن تلفين ملفات بالتزوير للأبضع الأشخاص المختاربة وتدمير سمعاتهم وإن قصة فيلمنا حصلت بالفعل ومكتبسة من قصة حقيقية وبنشوف ماتيو الفرنسي وهو بيحاول يهرب من الأمن الروسي علشان يدخل حدود فرنسا قبل ما يبضوا عليه وعلشان نتعرف على القصة بالكامل يا صديقي بنرجع بفلاش بيك في روسيا وبنشوف ماتيو هو في طريقه المكتب الخاص بتعليم اللغة الفرنسية وبيوصل ماتيو وبيتابع شغله كالعادة وبيرحب بفريق الشباب الجديدة بعدها بيرجع ماتيو للبيت وبيعتذر لمراته عن سبب تأخيره في شغله علشان أخرها عن تمرين اليوغة وبيروح يلعب مع بنت روز وبيجهز لها الفطار وأثناءه هم بيتكلموا مع بعض بتهجم عليهم مجموعة مسلحة وبتخطفوا هو وبنته وبيحاول يقوم معهم وبيطلب منهم يتصلوا بالسفارة الفرنسية لكنه بيطلق دربة على رأسه وتفقد الوعي ولما بيرجع له الوعي تاني بيلاقي نفسه موجود قدام محقق روسي وبيعرفه أنه متهم بالتحرش ببنته وكمان بيساعد في نشر الأفلام المخلة وبيكون ماتيو مصدوم اللي بيسمعه وبيحاول يدافع عن نفسه وبيطلب من المحقق يتواصل مع سفارته الفرنسية علشان يساعدوه لكن المحقق مش بيهتم بكلامه وبيعرفه أنه يتم حبسه لحد ما تثبت التحقيقات إيدانته وبعد ما بيعتقله ويدخل الزنزانة بيسأله واحد من المساجين عن تهمته لكن ماتيو بيقوله أنه ما عملش حاجة وبريق بعدها بيرتح شوية وبينام وبيفتكر لما كان في قاعة عرض الفنون وفلاديمير بيعرفه على سفيتا وبيرحب بوجودها ماتيو وبيروح يقضي وقته في كازينو وأثناء وهو بيحتفل مع أصدقائه بياخد باله من وجود سفيتا وهي بترقص وبتروح تطلب منه يرقص معاها وبيقضه مع بعض وقت ممتع بعدها بيصحى ماتيو وبيفضل لوحده في الزنزانة وبيكون معاه سجين وبيقوله بعد ما يرجعوا باقي المساجين للزنزانة حاول أنك تدافع عن نفسك علشان هيكونوا عرفوا تهمتك وهيدربوك وبالفعل أول ما بيرجعوا واحد من المساجين بيهجم على ماتيو وبيفضل يضربوه وقتها بينقزوا أفراد الأمن وبياخدوا للسجن الانفرادي وبرغم الإصابات والجروح اللي اتعرض لها بينام من قطر التعب وبيفتكر لما كان لسه مع سفيتا في الكازينو وقررت تمشي على طول من المكان علشان أخدت بالها من شخص اسمه ديمتري وبيبقى مش فاهم اللي حصل وبيروح ديمتري وبيقوله إنها بنت كويسة وأكيد عجبته لكن بيقاطع كلامهم مريس العجوز كأنه سكران وبيقوله ياخد باله ما يتكلمش معاه علشان ديمتري من الأمن الروسي بعدها بيصحى ماتيو بيقضي أسوأ أيام حياته في السجن وهو متأكد إنه ما عملش حاجة وبتجيله زيارة من ميشيل وابنى عرف إنها ملحق الثقافة الفرنسية ومعاه أفضل محامي روسي ولما بيتقابل معاهم ماتيو بيحاول يعرف منهم سبب وجوده بالسجن وبيقوله المحامي لما الأمن الفيدرالي استجوب مراته اعترفت إنه شخص خطير ويكمنة عدة على بنتها وبيفقد ماتيو أعصابه وبيكون منهار من اللي سامعه وبيطلب من ميشيل مقابلة مراته ضروري لكن بتعرفه إنها سفرت مع بنتها الفرنسا وبيسأله المحامي لو كان فيه خلاف مع مراته علشان تعمل كده وبيفتكر ماتيو لما كان مع مراته داخل مطعم وهي بتطلب منه ترجع لفرنسا وقتها بيتعصب عليها وبيرفض وبيترجع تفضل معاه لكن بتقوله مراته إنه ما بقتش بتحبه وعاوزة تسيبه وتمشي وتاخد بنتها وبنرجع تاني الماتيو في السجن وهو في حالة من الارتجال ومش فاهم إيه اللي بيحصله ومش عارف يأكل من أكل السجن وقتها بيجيله حارس الأمن ومعه أكل وبيقوله إن فيه حد بعتهوله بعدها بيرجع له تاني حارس الأمن وبياخده علشان يتقابل مع المحامي ولما بيوصله بيعرفه إنه قدر يطلعه من السجن لكنه يفضل تحت المرأبة وبيبقى سعيد ماتيو إنه أخيرا خرج من السجن وبياخده المحامي ويوصله لبيته لكن بيكون مستغرب من أفراد الأمن الموجودين في بيته وبيقوله المحقق إنه خرج من السجن مؤقت ويكون في رجله جاهز تعقه بيحدد مكانه ولو حاول يوقف الجاهز هيدرب إنذار وكمان بيقوله إنه محزور من المكالمات واستخدام الإنترنت ومتاح لي فقط الخروج من البيت ساعتين فقط تحت المرأبة بعدها قبل ما يمشي المحامي بيسأله ماتيو لو كان هو اللي بعت له الأكل لكن بيقوله إنه ما بعدش حاجة وبيقضي ماتيو وقته في البيت وهو محزور من كل حاجة وبيحاول إنه يتأكلم وبيروح لقودة بنت روز وهو مفتقدها ومحتاج يشوفها بأي طريقة وبيسترجع ذكرياته معاها من خلال صورها ويتاني يوم بيخرج من البيت علشان يروح السوبر ماركت وطبعا بيكون مترائب من الأمن الفيدرالي ولما بيرجع للبيت وقبل ما ينام افتكر إنه كان مخب موبايل تاني من بنت روز وبيروح يطلعه وبيحطه في الشاحن وبيحاول يتواصل مع رقم لكن الرصيد بيكون خلصان ويتاني يوم بيروح المحامي علشان يزوره وقبل ما يتكلم معاه بيشغل صوت الخلاط علشان أجلس التصنط ومحدش يسمعهم وبيطلب منه ماتيو يشتري له شريحة موبايل جديدة لكن بيرفض المحامي وبيقوله إنه كده هو بيشاركه في جرامته وممكن يعرضهم للسجن وبعد ما بيمشي المحامي بيكون مع ماتيو الفواتير اللي كانت بتجيله مع الأكل ولما بيدقق في البيانات بيعرف إن الفواتير كلها حسب اختلاف الأيام لكنها في نفس الوقت ومن سوبر ماركت واحد وقرر إنه يروح في نفس المعاد علشان يعرف مين اللي بعت له الأكل ولما بيوصل بيعرف الناس فيتا وهي اللي ساعدته وبيقولها تتكلم بيدو علشان أفراد الأمن ويطلب منها تساعده بشريحة موبايل جديدة ويكون في انتظارها بعدها بيكون نايم ماتيو وبيصحى على صوت حد قريب من البيت ولما بيروح للشباك بيعرف الناس فيتا وكالعادة بيشغل صوت المزيكة علشان جهاز التصنط وبعد ما بياخد منها الشريحة الجديدة بيقولها إنه يتم محاكمته بعد ثلاث شهور مع إنه بريء وسألها يمكن السبب في كل اللي بيحصل الشخص الفيدرالي اللي قابلهم في الكازينو وبتعرفه سفيتا أن دمتري الرئيس الأمن الفيدرالي ويكامين يبقى والد جزهة لكنه شخص سيء وبتكرهه وبتعرفه إنهم بيقولوا علي إنه جاسوس وبيرد عليها ماتيو وبيقولها يبقى هو السبب في ملفات التلفيق ضده بعدها بترجع سفيتا البيت وبيسألها جزء ساشا عن سبب تأخرها وبتعرفه إنها كانت في الكازينو لكنه بيتعصب عليها وبيحاول يضربها لكن مش بيقدر لإنه عاجز بسبب باتر رجله وبنروح للسفارة الفرنسية في موسكو وبيجتمع السفير مع ميشي للملحق الصقافي والمساعد وبيعرضه عليه ملف ماتيو وبيفهم السفير إن الملفات الملفقة مجرد مؤامرة للأبض عليه لكنهم ما يعرفوش السبب وطلب منهم السفير يتابعوا القضية ويتفاوضوا مع الأمن الروسي لترحيل ماتيو ويقضوا عقبته في فرنسا بعدها بيروح المحامل ماتيو وبيعرفوا إن معاد محاكمته قرب ولما بيحضنه قبل ما يمشي عرفوا إنه هيتحكم عليه من 10 إلى 15 سنة سجن وطلب منه يهرب في قرب وقت وبدأ إنه يستعد ويجهز الخريطة اللي هيتحرك من خلالها ويبحث على الإنترنت من خلال الشريحة الجديدة كيفية التشويش على جهاز التعقب ولما بيوصل لفكرة بدأ إنه ينفذ لكن مش بيهرب غير لما يتأكد إن الفكرة فعالة وبالفعل بيخبطوا عليه أفراد المرأبة وقبل ما يفتح ماتيو بيشير ورية التشويش ولما بيدخلوا بيعرفوا إن جهاز التعقب معطل وبيقول لهم ماتيو ممكن يكون فيه مشكلة بسيطة بعدها بيكرر ماتيو إنه يهرب وبيستخدم الإنترنت في تفايل حساب بيبال علشان من خلاله يقدر يحجز تذاكر الغرف في الفنادق وبياخد شنطته وبيهرب لمدينة قولان وبيركب الوتوبيس وقتها أفراد الأمن بيجلهم اتصال إن جهاز التعقب تعطل ولما بيروحوا يخبطوا على الباب مفيش استجابة فبيكرر واحد منهم يكسر الإزاز ولما بيدخل بيعرف إنه هرب بعدها ساشا بيقول لسفيدة إن صديقة الفرنسي هرب فبترد عليه وبتعرفوا إن معاه شريحة موبايله الجديدة ومن خلالها يقدروا يوصلوله وأثناء الطريق بيكون في نقطة تفتيش وبييجي اتصال لفرد الأمن بتحديد مكان ماتيو اللي بيكون بالقرب من نقطة التفتيش وقتها بيوصل الوتوبيس وبيهجموا عليه لكنه مش بيكون موجود وبنعرف إن ماتيو خداعهم بوجود موبايله في الوتوبيس وتحديد موقعه لكنه بيكون هرب مع سفيدة وكمان بتساعده بموبايل جديد ومن خلاله هتبقى تتواصل معاه وبياخد ماتيو صورة اسكرية ليها لأنه بدأ يعجب بيها ويحبها وبتوصله لمحطة بنزين وبينزل يركب عربية تانية وبيكمل طريقه لحد ما بيوصل لمكان السكن المؤقت وبيتواصل مع سفيدة من خلال الرسائل وبيطمن عن نوصل وبيعرفها إنه يتقابل معيها في يوم من الأيام بعدها بيصحى من النوم على صوت رسائل وبنعرف إنها من سفيدة وبتقوله ما يحاولش يتصل بيها تاني علشان خطورة الموقف والوضع بقى صعب وقتها بيتقابل ديمتري مع سجرين عميل الأمن الفيدرالي الجديد واللي عيحقق في عضية ماتيو وبيقوله ديمتري سبب هروب ماتيو بيأكد له منه جسوس وبيروح سجرين لبيت سفيدة علشان يستجوبها لكن بتقوله إنهم كانوا مجرد أصدقاء وكانت بتشتغل في مكتبه ومحتفظة برقمه بسبب الصلاة اللي بينهم لكن مش بيأسك في كلامها وبياخد تليفونها يقلف فيه لكن ما بيوصلش الحاجة وبتتعصب عليه سفيدة ويطلبت منه يخرج من البيت وبنروح لماتيو وهو بيكمل طريقه ولما بيوصل للسكن الجديد بتوصله رسالة من سفيدة بيتعرفه على سجرين وبتبعت له صورته علشان يقدر يهرب منه وقتها بيشوف التلفزيون نشرب مواصفاته ومطلوب الأبض عليه دوليا وبيلاحظ إن أصحاب السكن توصلوا مع الشرطة وعرفوا بمكانه لكنه بيقدر يهرب قبل وصولهم وبيروح يركب عربية تانية مع كديس وهما في الطريق بيكون في نقطة التفتيش وبيقول ماتيو للكديس إن أوراق هويته في شنطة العربية ولما بينزل بيلاحظ الكديس إنه فتح الشنطة واستخبه فيها ولما بيقرب على أفراد الأمن بيفتح لهم شنطة العربية لكن مش بيقدروا يفتشوها بسبب مكانة الكديس وعلاقته مع المسؤولين ولما بيوصل ماتيو لموسكو بيخرج من شنطة العربية وبيشكر الكديس على مساعدته وبيروح يتواصل مع السفارة وبيقدر يدخل قبل ما حد يوصله ولما بيتقابل مع ميشيل والمساعد بيسألوه إزاي قدر يوصل لموسكو من غير ما يتقبض عليه وبيعرفه منه استخدم حساب بيبال باسم مزيف ومن خلاله حجز الغرف والرحلات وقدر إنه يوصل وبيروح له السفير وبيرحب بوجوده ويطلب منه ما يستقبلش أي اتصالات خارجية علشان محدش يعرف إنه موجود في السفارة بعدها بتاخدوا ميشيل للغرفة الخاصة بي وعرفته إن المحامي وصل لحاجة مهمة وبتفرجوا على فيديو لمراته وهي بتقول إنه جزء بريء وإن الأمن الروسي أكبرها تمضي على ملفات التلفية المزورة وإلا كانوا هيسجنوها وبعد ما وصلت لفرنسا سجلت فيديو لإنقاذه بعد كده بيطلب السفير مقابلته وبيروح ماتيو يقعد معاه وبيعرفوا السفير إنه صدر حكم غيابي ضده لمدة 15 سنة وبيعرفوا إن السلطات الروسية عرفوا إنه موجود في السفارة وإدها هيأثر على العلاقات اللي بينهم ولازم يسلم نفسه وقتها بيتعصب ماتيو وبيحاول يفهمهم إنه بريء وإنه مش جسوس ولا ارتكب أي زمد وعرفوا منهم جبناء وخافوا من الروس وإسفارته ما قدرتش تساعده وقتها سفيتا بتكون مع ساشا وبتعرفوا إنه جالها عرض عمل في موسكو ولازم تروح وهترجع بعد ثلاث أيام وبينشوف ماتيو وهو بيستعد وبيجهز شنطته علشان يستغل الحفلة الموجودة في السفارة ويهرب ولما بيخرج لقعة الحفلة بيشوفه سرجين وبيبدأ إنه يطرده لكن وقتها بتوصل سفيتا وبتاخده معايا في العربية وبتهربه وبيروح ديمتري يتعصب على ابنه وبيتخانق معاه وبيعرفوا إن مراته سفيتا في موسكو علشان تساعد ماتيو لكن ساشا بيكون سكران ومش واعي لكلامه وأثناء ما سفيتا بتفاول العربية بيشوفها عامل المحطة وبيبلغ الأمن وبتوصل المعلومات لسرجين وبيقدر يحدد مكانهم وبدأ يستعد مع رجالته المطردته في الغابة وقتها سفيتا بتدي لماتيو كابسول علشان يساعده في المقاومة وطلب منها تروح معاه لكنها بترفض وبتودع وتمشي ولما ديمتري بيروح لساشا بيلاقيه شنق نفسه وانتحر واتصل بسفيتا وهو منهار وطلب منها تسامحه علشان كان هو السبب في كل اللي حصل لهم وبنرجع لماتيو وهو في الغابة وساجرين ورجالته بيتردوه وبيقدر يوصل له ساجرين وبيتعارك معاه داخل المستنقع لكن بيقدر ماتيو يغرقه ويخلص منه بعدها بيوصل لحدود فرنسا ويرجع لبلاده بعد معاناة وبتشوف سفيتا خبر على الانترنت بوصول ماتيو وبتكون سعيدة انه قدر بدون ما يتقذى وبكده يكون فيلمنا خلص يا صديقي فما تنساش تشترك في القناة واتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد ولو فيه فيلم عاوزنا لخصه اكتبه تحت في التعليقات سلام